الأخبار من الحدث رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات التي تم سهيبة الدولة على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما وتقرير أمريكي يدرس قدرة القاظم على استعادة السيادة على العراق من فوضى الميليشيات ويقول إن عليه استغلال فرصة افتقارها للقيادة واشنطن تتحدث عن تزايد الضغوط على إيران خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن اسم الرئيس القادم تفاهم الأمريكي روسي على وجوب فتح مصاري تسوية بين إسرائيل والنظام السوري بحسب صحيفة النهار اللبنانية ثوار لا مرتزقة بيان من شخصيات سورية ضد استغلال تركيا السوريين للقتال في الخارج نشرة لأهم الأنباء من الحدث أهلا بكم شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظم لجنة عسكرية وأمنية عليا للتحقيق بعمليات القصف والاستهدافات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى خلال الفترة المنصرمة وجاء في الأمر أن اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وتحديد المقصر مردفا أن اللجنة مطالبة بإنجاز اللجنة أعمالها خلال الثلاثين يوما من تاريخ هذا الأمر وبحسب الأمر التي طلعت عليه الحدث فأن اللجنة التحقيقية ستكون برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني وعضوية كل من فالح الفياض رئيس هيئة الحجد الشعبي وعبدالغني الأسادي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي وعبدالأمير رشيد يارالا رئيس أركان الجيش فضلا عن قادة عسكريين آخرين ونواب في البرلمان العراقي كشف تقرير أمريكي حول ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظم سينجح في استعادة سيادة العراق لأن أمامه فرصة تاريخية لذلك وأشار التقرير إلى أن مساعي القاظمي لوضع حد لأعمال الميليشيات الموالية لإيران هي من أهم التحديات التي تنتظره في الفترة المقبلة موضح أن الميليشيات تفتقر إلى القيادة الآن وهذا ظرف مناسب له للقضاء عليها على كل المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل توني مزرعاني أهلا بك توني تفضل مساء الخير ريتا إذن مع إصرار الميليشيات المسلحة في العراق الموالية لإيران على ممارسة دورها المثير للجدل وسعيها لإحراج رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي الذي يسعى جاهدا لاستعادة كامل هيبة الدولة خبراء تساءلوا عن مدى قدرة أو نجاح القاظمي في تنفيذ خطته وفي حجر التأييد المطلوب من القوى السياسية والجيش العراقي لوضع حد لتلك الميليشيات ففي الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات تبرير أعمالها التخريبية لمواجهة الوجود الأمريكي وأحراج القاظمي دوليا كاستهداف الرعاية الأجانب تقرير لمركز المجلس الأطلسي الأمريكي رأى أن القاظمي أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادة العراق وما إذا كان سينجح في ذلك التقرير أوضح أن التغييرات التي أرجعها القاظمي في الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجراءات مكافحة الفساد هي بداية جيدة لكنه أشار في نفس الوقت أن القيامة بنصف الإجراءات لا تكفي لجعل الميليشيات تتراجع لأنها لن تترك بسهولة سلاحها طوعية وأشار التقرير أن القاظمي أمامه فرصة للقضاء على نفوذ الميليشيات في الوقت الراهن لأنها في أضعف حالتها منذ سنوات وتعاني من فراغ في القيادة وكذلك تعاني أيضا من نقص مواردها بسبب طبعا لأسباب سياسية والضغط الكبير عليها الذي تمارسه واشنطن على تهران وأخيرا رأى التقرير أن القاظمي يجب أن لا يستخدم الحلول العسكرية ضد الميليشيات كي يتجنب حدوث حرب أهلية وباستطاعاتها أيضا استخدام الورقة الاقتصادية من خلال بذل مزيد من الجهود لمحاربة أنشطة الميليشيات الاقتصادية من خلال الحدود وداخل قطاعات مثل النفط والبنية التحتية والمالية هذا كل شيء التي تعود لك أشكرك على كل هذه التفاصيل شكرا لك من عمان ينضم إلينا الدكتور باسل حسين رئيس مركز كلودا للدراسات والأبحاث أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية هذا التقرير يتزمن مع تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد سيادة الدولة ما مدى قدرة هذه اللجنة أولا على تحديد دور الميليشيات في انتقاص دور الدولة سواء سياسيا أو أمنيا أو حتى اقتصاديا لنعود ونتحدث عن التقرير مساء الخير سيدتي والمشاهدين الكرام أكون صادقا أن هناك ثمة انطباع عراقي أن معظم اللجان التي شكلت سابقا هي اللجان التي تمس الحقاق وليس لكشف الحقاق يعني لم تصل أي لجنة شكلت سابقا أن تصل بناء النتيجة نتمنى بالأمر الديواني 270 الذي شكل هذه اللجنة أن تصفر نتيجة عن شيء ما وتعكس هذا الانطباع بمعنى أن نريد أن يكون تحديد الأسماء والجهات والأشخاص ومعاقبتهم هكذا ينبغي أن يكون دور اللجنة وإلا لا قيمة لأي لجنة إذا لم تقم بهذه الإجراءات أن تشخص من هؤلاء وأن يتم معاقبتهم حقيقة وأن لا يتم إطلاق عموميات لأن العموميات لن تصل بنا إلى شيء وبالفعل نصف الحلول وهذا كان حتى رأي الحاكم المدني المدوب السامي في 1920 أرنود وولسن قال أن نصف الحلول ستؤدي إلى نتائج كارثية نطلبهم من هذه اللجنة أن تتم كامل مهمتها لا فقط أن تكون استمراراً لمسلسل طمس الحقاق لا نريد لجنة أن تتم كشف الحقاق ومعاقبة الإرهابيين إلى أي حد ستكون هذه اللجنة نزيحة خصوصاً بعد تعيين بعض الأسماء المثيرة للجدل مثل قاسم الأعرجي رئيس لها وغيره من الأسماء أيضاً رغم أنه وجود هذه الأسماء لكن أيضاً هناك وجود أسماء جيدة ونتمنى أن لا نستبق الأحداث وننتظر الشهر ثم نرى ماذا يتم تحديد هذه الأسماء ومن خلال النتائج ستظهر أن هذه اللجنة كانت تسعى إلى طمس الحقاق أم إلى كشف الحقاق لنعطي فسحة من المجال لهذه اللجنة والأمر الديواني لرئيس مجلس الوزراء السيدة الكاظمي؟ هل تعتقد أن إدراجهم في هذه اللجنة هو محاولة من الرئيس مصطفى الكاظمي استمالتهم؟ بالتالي بما يتضمن هذا التقرير الأمريكي الذي يتحدث عن فرصة تاريخية للقاظمي بهذا الشأن؟ وبالفعل أمام رئيس الوزراء فرصة ذهبية وتاريخية بل فرصة حتى لمستقبله السياسي إذا أراد أن يقوم بشيء لأن مواجهة الميليشيات لابد منها لابد منها إذا لم يكن الأسنة مركباً فما حيلة المخطر لركوبها ما ممكن إلا أنه يواجه هذه الميليشيات أما كيفية المواجهة فبتأكيد هذه يرادلها استراتيجيات محددة لكن عملية التسوي أو التراضي أو الخضوع لهذه الميليشيات أنا أعتقد سيؤدي للدولة إلى كارثة حقيقة ونحن في هذا المسار نحن على شفاء كارثة لأن الدولة لم تعد تملك قرار الحرب والسلم الميليشيات هي تملك دخلت الدورة الاقتصادية والدورة السياسية والأمنية فماذا تبقى من الدولة؟ لم يتبقى بشيء لأن هذه الميليشيات أصبحت قوة موازية للدولة بل فوق الدولة وهي التي تفرض إرادتها في قرار الحرب والسلم وغيرها من القرارات المهمة على سيد الكاظم أن يجد طريقاً يعني صحيح ربما طريق صعب لكن هذا ينبغي دوره الآن ومثما أشار التقرير هناك مناطق ضعف هنا أسأل دكتور هل فالا بأن هذه الميليشيات تفتقر إلى القيادة الآن وأنها منقسمة على نفسها أم أنها محاولة ذهب بمحاولات بسيطة لا تذهب بمواجهة مع الدولة ومع الرئيس مصطفى القاظمي بهذه المرحلة أولاً الانقسام حقيقي لأنه ألوية القريبة من مرجعية النجفة أعلنت انشقاقها لأربعة مثل قوات العباس العباسية علي الأكبر الأربعة ألوية أعلنت انفصالها وعدم رضائها أن يكون أبو فدك من عام الحزب الله هو رئيس هيئة الكارن حجد الشعبي وأعلنت موقفها وبالتالي هناك خلافات داخلية ثانياً بالفعل لا توجد قيادة هناك كثير من الكلام أنه ربما أبو فدك سيفيخرف مهندس وربما ليس قآني ربما الآن وأرجو تذكر هذا الاسم جيداً محمد حجازي هو نائب قآني أعتقد سيكون له دور كبير جداً مستقبلاً في العراق محمد حجازي وأنا أعتقد أنهم ربما سيقودان مستقبلاً الملف العراقي المشكلة الأساسية ينبغي أن توافر إرادة حقيقية لمواجهة هذه الميليشيات لأن الميليشيات استمكنت أكثر حقيقة سوف تلتهم الدولة وربما حتى تطيح بالدولة وربما حتى توقع إقلاباً عسكرياً تقوم بهذه الميليشيات مستقبلاً وبالتالي أمامنا فرصة تاريخية ينبغي استثمارها لا أن يذهب السيد الكاظمي إلى مجرد تسويات بترضي والرضوخ الرضوخ لهذه الميليشيات سوف يؤدي بنا بنهاية للكارثة لا بد من مواجهتها اقتصادياً أمنياً سياسياً هي الآن ضعيفة إضافة إلى رفض اجتماعي هناك رفض اجتماعي لهذه الميليشيات ينبغي استغرالها أشكرك جزيلاً شكراً كنت معنا من عمنا الدكتور باسل حسين رئيس مركز كلوادا للدراسات والأبحاث مع أحياء ذكرى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق في شهر أكتوبر من العام الماضي أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان بياناً بحثاً عن دويهم الذين اختطفوا ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة المرصد العراقي لحقوق الإنسان أصدر بياناً مع إحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات أشار فيه إلى أن خمسة وخمسين شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين منذ أكتوبر عام 2019 فيما وثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اختفاء 123 شخصاً في الفترة ما بين الأول من أكتوبر عام 2019 والحادي والعشرين من مارس الماضي من جانبها أصدرت الأمم المتحدة في مايو الماضي تقريراً أكدت فيه العثور على 98 شخصاً بينما لا يزالوا خمسة وعشرون آخرون في عداد المفقودين وبحسب ناشطين نجوا من عمليات اغتيالات فإنهم تعرضوا لتهديدات بتصفياتهم فيما تم ملاحقته بعض ممن أصيبوا في التظاهرات إلى المستشفيات الاختطاقية مشاهدنا نذهب إلى هذه الصور المباشرة من برلين حيث يستضيف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اجتماعاً بين نظيريه الإسرائيلي جابي أشكنازي والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وهذا هو أول اجتماع يتم الأعلان عنه رسمياً بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي في هذه الصور يظهر الوزيرين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإماراتي أيضاً إذن نكتفي بهذا القدر وسنبقي عيناً على هذا الاجتماع ونتابع كل ما يحدث تعتزم الولايات المتحدة زيادة ضغوطها على إيران في الأيام والأسابيع المقبلة ففي مقابلة مع سيئن أن قال رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية أن الضغوط على طهران لم تكن بهذا الحجم من قبل مضيفاً أن الإيرانيين سيكونون مستعدين للتفاوض على صفقة جديدة بغض النظر عن من سيصبح رئيساً بعد انتخابات نوفمبر لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار لمدة أربع سنوات أخرى وشار الدبلوماسي الأمريكي لأن تردي الاقتصاد الإيراني سببه العقبات الأمريكية تعيش عائلة المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي أعدم الشهر الماضي مأساة أخرى مع أسرار السلطات القضائية على التكتم وعدم الإفصاح عن مكان توقيف شقيقي المصارع الذين ألقي القبض عليهما أثناء حضورهما نفس الاحتجاج مع نويد قبل عامين مصدر مقرب من العائلة المنكوبة أفاد بتلقيها معلومات متناقدة حول وضع الأخوين بعد أعدام شقيقهما الثالث وأن ما توفر لدى الأسرة هو أن وحيد وحبيب معزولان في حبس انفرادي وقد تعفيى الآن بعد تعرضيهما للضرب المبرح من قبل أحد حراس السجن حيث يواجه الأثنان أحكاما بالسجن تزيد عن خمسين عاما بالإضافة إلى أربعة وسبعين جلدة نشاتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل ضحايا هجمات النظام السوري الكيموية يقدمون شكاوى جنائية للإدعاء الألماني ضد أفراد بنظام الأسد ترجمة نانسي قنقر 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 وتقرير أمريكي يدرس قدرة القادم على استعادة السيادة على العراق من فوضى الميليشيات ويقول عليه استغلال فرصة افتقارها للقيادة واشنطن تتحدث عن تزايد الضغوط على إيران خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن اسم الرئيس القادم تفاهم أمريكي روسي على وجوب فتح مسار التسوية بين إسرائيل والنظام السوري بحسب صحيفة النهار اللبنانية ثوار لا مرتزقة بيان من شخصيات سورية ضد استغلال تركيا السوريين القتال في الخارج أحييكم من جديد زار اليوم وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا نصب المحرقة النازية في برلين أنيته لا تتصل معلاقيا جيد هذا لك بسبب الاقتد aquela يجب الحديث طوال IST four أكيد شيعة endeavor إكباريان حل نحن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهناك أنباء متداولة قبل أكثر من أسبوع حول هذه المفاوضات السرية خاصة مع المعلومات التي تشير إلى أن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يحمل في أحد أوجهه معدن سوريا تحت عنوان السوريون سوار لا مرتزقة وقع عدد من النشطاء والسياسيين السوريين المعارضين بيانا أدان استغلال مأساة السوريين وتوظيفها في صراعات إقليمية ودولية لا تعنيهم لا من قريب أو بعيد مشيرين إلى أن اتفاق أستانا الذي وقعته الحكومة التركية مع روسيا وإيران ساهم في سقوط عدد كبير من المناطق السورية المحررة بيد قوات نظام بشار الأسد وحلفائه كما شدد الموقعون على البيانا على إدانتهم للجريمة المزدوجة المتمثلة في استغلال حاجة السوريين للغذاء والدواء والمال لإعالة أهلهم في مخيمات اللجوء وتحويلهم إلى مقاتلين مرتزقة في معارك أذربيجان وليبيا كما أدن البيان السياسة التركية التي دفعت بالسوريين للقتال خارج أرضهم معتبرين أن أي فصيل عسكري يساعد في تعزيز هذه السياسة يعتبر خارجا عن الثورة وقيمها قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيموية في سوريا أنهم قدموا شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين في النظام السوري متسببين في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة ويقول المحامون أنهم يستندون في شكواهم إلى أقوى دليل مادي على استخدام مواد مثل غاز السرين في الغوطاء وفي خان شيخون أيضا ما أودى بحياة 1400 مواطن على الأقل وقالوا أن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجيا و50 منشقا لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيموية بالنظام السوري أو خطط لتنفيذ الهجومين وقال أحد المحامين أن الإدعاء قد يخلص في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد في سوريا وتحديدا في السويداء تستغل قوات النظام الخلاف الناشب بين الروس والإيرانيين للتوسع في المنطقة وتمثل هذا بانتشار نفذته قوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني الرديفة في محيط بلدة القرية وقرية سما الهنيدات في ريف السويداء الجنوبي المتاخن لبصر الشام في درعة وذلك بعد توترات شهدتها المنطقة ويأتي هذا الانتشار بعد اشتباكات وقعت بين ميليشيا الدفاع الوطني المدعومة من إيران وعناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا وأدت إلى مقتل خمسة عشر شخصا حقيقة ما يجري في السويداء ودرعان تعرف عليه مع الزميلة رولا الخطيب التي تنضم إلينا من دبي أهلا بك رولا مزيد من التفاصيل إذن لديك تفضلي نعم ريتا ريتا كما في كل المناطق السورية كذلك في الجنوب هناك مواقع تحت السيطرة الإيرانية وأخرى تحت السيطرة الروسية في السويداء هناك لواء يعرف باللواء الثامن وهو مدعوم من روسيا وهناك أيضا ميليشيا الدفاع الوطني المدعومة من إيران ما جرى هو أنه اشتباكات وقعت بين هذين الفصيلين الثلاثاء الماضي في بلد تنتعى كما ذكرته القرية وهي متاخمة للحدود مع درعا وذلك إثر هجوم له تعرضت له نقاط اللواء الثامن المدعوم من روسيا والمتواجد على أرض تعود ملكيتها لأهالي السويداء اللافت أنه قبل الاشتباك بعشرة أيام وزعت ميليشيا حزب الله اللبنانية أسلحة الأمر الذي يؤكد بحسب ناشطين أن ميليشيا حزب الله لها اليد الطولة في مواقع وأنهم يتجاهلون التدخل الروسي في هذه المنطقة إذ أن إيران وميليشيا حزب الله يعتبرون أن المنطقة الجنوبية ذات أهمية جيوستراتيجية وخط جبهة عسكرية قائد اللواء الثامن نفسه المدعوم من روسيا أحمد العودة حذر أهالي درعا من استخدامهم كأدوات لتنفيذ أجندات ميليشيا حزب الله ومرتزقة إيران واعتبر أن هناك أياد سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين السويدة وذرعة وتشعل نار الفتنة والحرب وذلك عبر عصابات الفتنة والخطف وعصابات إرهابية مسلحة خارج عن القانون ريتا طيب رولا ما هدف هذا الاقتتال؟ نعم هناك ريتا عدد عوامل محلية لنا وصفية لأن ما هو مهم هو العوامل الإقليمية وهي الأبرز فروسيا عبر هذا اللواء الثامن تعثمت على خطة أمنية معقدة ولكن يمكن وصفة بالفعالة أيضا نسبيا لإحكام السيطرة على هذه المنطقة وتحديدا مد نفوذة بشرق محافظة درعة ومنع تغلغ الكل من إيران وميليشيا حزب الله بشكل كامل إلى هذه المنطقة روسيا أيضا تحاول كبح ما تقوم به إيران وميليشيا حزب الله من تجنيد للشبان في السويدة والأبرز هو أن روسيا تنفذ تعهداتها لدول في المنطقة بأن ستمنع وصول أو تبعد الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله عن الحدود مع الأردور ريتا أشكرك على كل هذه التفاصيل كنت معنا من دبي زميلة رولا الخطيب قتل خمسة عشر شخصا وجرح أربعون آخرون بحسب تقارير أولية إثر انفجار سيارة مفاخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي وبحسب العاجل الذي يرد الآن ارتفع العدد إلى ثمانية عشر والجرح إلى أكثر من خمسة وسبعين الاخرائية الآن لكن عدد خبيب للسهداء وحتى الآن يصنع عدد من الإصابات يتم نكلهم تباعا من بدين تلباب أسلم الله ونعم الرافوذ يتم إصاف المهنة الآن من ديف السيارة أسلم الله ونعم الرافوذ أسلم الله ونعم الرافوذ أسلم الله ونعم الرافوذ أسلم الله ونعم الرافوذ فأنا أحب الأهالي الآن بعمليات الإصعاف والمساندة لأن الأمر أكبر بالتأكيد أظهرت صور الأقمار الصناعية بدأ حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر ونشر موقع تانكر تراكرز صورة تم التقاطها لخزان صافر تظهر بشكل واضح تسربا نفطيا حديثا منذ أسبوعين في البحر الأحمر ما ينزر بكارثة بيئية قد تهدد دول المنطقة وكان خبراء النفط قد حذروا الشهر الماضي من أن النفط بدأ بالتسرب من الخزان محدثا بقعة نفطية شهدت على مسافة خمسين كيلومترا وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي باستخدام ناقلة نفط صافر للابتزاز السياسي كما اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بعرقلة عمليات إصلاح ناقلة صافر طوال العامين الماضيين الأمم المتحدة من جهتها أعلنت أن خبرائها بحاجة إلى سبعة أسابيع للوصول بمعداتهم إلى موقع خزان النفط صافر في حال وافقت ميليشيا الحوثي على ذلك وقال استيفان دجاغيك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا تزال قلقة للغاية بشأن خطر تسرب أكثر من مليون برميل من النفط من خزان صافر في البحر الأحمر ما قد يؤدي لكارثة إنسانية وبيئية كبيرة كما دعت دجاغيك إلى وقف التصعيد فورا في الحديدة لمنع تعرض السكان وإصال المساعدات الإنسانية للخطر من الرياض ينضم إلينا الباحث السياسي حمدان الشهري ألا بك معنا في هذه النشرة سيد حمدان بداية رغم التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة بالسابق ومع بدء التسرب من خزان صافر خبراء الأمم المتحدة أكدوا بأنهم ليسوا قادرين للوصول بمعداتهم إلى الخزان قبل سبعة أسابيع ما تفسيرك لهذا التصريح؟ نعم في التحيات لكم بداية أول مشاهديك في الواقع يعني خزان صافر هو يمثل الأزمة اليمنية بشكل مصغر يمثل أزمة لا تحل يمثل أزمة تتردد فيها أو يتردد فيها المجتمع الدولي في تقديم يد المساعدة بنزع هذه المشكلة ويترك للحوثي هو المتحكم في ذلك يعني نسمع أنه هذه موقع ونفس تقريبا التاريخ منذ عام 2014 منذ انقلبت هذه الميليشيا الحوثية على اليمن لا تسمح بأنه تطرق هذه الحمولة وتستخدم في المجال أعتذر عن المقاطعة ولكنني مضطرب للذهاب إلى هذه الصور المباشرة من برلين حيث يصطديف وزير الخارجية للمانيهاي كوماس اجتماعا بين نظريها الإسرائيلي جابي أشكنازي والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان طبعا سنعود إلى الصور المباشرة التي ترد من برلين متابعة أجواء هذا الاجتماع الذي هو يعد الأول من نوعه بين الوزيرين أعود إلى ضيفي من الرياض السيد حمدان الشهري الباحث السياسي سيد حمدان كنت تتحدث عن أنه خزان صافر يمثل اليمن ويوضح لنا طريقة تعامل ميليشيا الحوثي مع هذه القضية نعم أردت القول أنه وكان يمن مصغر مختطف على هذه السفينة طبعا هناك ما قد ينقذ الشعب اليمني نتحدث عن مليون برميل ومئة ألف لو اشتقدم ريعها في الجانب كما وافقت عليها الحكومة الشرعية قالت يذهب إلى القطاع الصحي والجانب الإنساني هناك من يرفضه هو الحوثي أن يتم إما صيانة هذه السفينة أو حتى أن تفرغ حملتها ويستفيد منها الداخل يمني لماذا لنها تستغلها لمآرب سياسية وتريد أن تجمع إرادات مالية منها إذن هذه مشكلة نحن في الواقع لا نوجه اليوم للحوثي لن نوحوثي ميليشيا إرهابية وستقوم بذلك وهذا ليس بجديد اليوم يجب أن نوجه للمجتمع الدولي ويجب أن نوجه لمن هو مسؤول عن عدم تغيير ما يحصل على اليمن وترك هذه القنبلة الموقوطة يعني ولكننا نتعذ من ما حدث في لبنان قبل تقريبا شهر أو ما يقارب وقد تكون مثل هذه الكارثة أكبر بكثير خصوصا أن نتحدث عن الجانب البي والجانب غيرها من الجوانب حتى الإنسانية وغيرها من الإنعكاسات سيد حبداني هذه الكارثة ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر وكانت المملكة العربية السعودية من أول من تحرك بهذا الملف وذهب للأمم المتحدة ولكن الأمم المتحدة لا زالت لا زال موقفها غير فعال هل يمكن لدول المطلة على البحر الأحمر أن تضغط أكثر بهذا المجال وتذهب إلى مجلس الأمن وتخرج بقرار ربما يحل هذه الأزمة؟ لا بد هي ذاهبة وساعية في كل ما من شاني أن يحل هذه الأزمة لأنه في الواقع كما ذكرنا لو حصل هناك تسرب على أقل الأحوال غيرها من الكارث سيكون مؤثر في الواقع على كما ذكرت كل الدول المطلة على البحر الأحمر ليس فقط لأمن السعودية وغيرها لذلك المملكة العربية السعودية تقوم بجهد كبير وكنا استمعنا من قبل أحاديث يعني للسيد المعلمي سفيرنا في الأمم المتحدة وغيرها من الأحاديث وخصوصا بعد أن شهد انفصال أمبوب يعني عن تلك الدعامة التي تثبت السفينة في بقاء البحر كثير من الأمور يجب أن تحل وأعتقد هذه سفينة صافرة والقنبل الموقوتة كما سميت هي نموذج مصغر لأزمة اليمن الذي في الواقع المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا لحلها نقولها بكل صراحة هذا المجتمع الدولي يتفرج على ما يحصل في اليمن لكن هذه الأزمة إن لم تحل لن نسأل عنها الحوثي فالحوثي هو مجرم إرهابي ومثل أولئك ما يعني أصبح خلاص يعني انتهى الحديث عنهم بل عن من يدعي أنه يحاول مساعدة اليمن بل من يدعي أنه يحاول أن يبحث في حل ينهي هذه الأزمة اليمنية وخصوصا أعني به تلك الدول التي أوقفت تطهير اليمن من هذه الميليشيا الإرهابية وعودة اليمن لطبيعته لو عاد اليمن لطبيعته لو كان هناك حكومة شرعية لما رأيت مثل هذه الأزمات اليوم موجودة إنسانية وكارثية وعلى جميع المستويات تعامل الميليشيات الحوثي مع هذا الملف كيف يمكن أن يفسر يعني بالفترة الأخيرة قبل أيام يعني الحوثيون صعدوا عملياتهم العسكرية في قرب الناقلة التحالف فجر زورق مسير مفخخ بالقرب من هذه المنطقة يعني إصرار الحوثيين على عدم حل هذه المسألة هل هو مرتبط بأنه استخدام هذه المنطقة كمنطقة عمليات عسكرية تابعة لهم وبالتالي استعمالها واستخدامها لصالحهم في هذه المسألة لا شك هو يجب أن نعلم أن الحوثي سيجير كل شيء لمصلحته حتى لو كان يأتي على كارثة اليمن وهذا بتوصيات من خبراء إيرانيين لأن إيران هي من تخطط لهم مثل ذلك كما ذكرت بالأمس تم استهداف هذا الزورق المفخخ ومثله من قبل طبعا تم استهداف مفخخات طبعا درونس أو طائرات مسيرة الحوثي سيلجأ وسيعمل على استخدام كل ما من شأنه الإضرار باليمن والإضرار بالمنطقة الإضرار بكل شيء هذه الميليشيات الإرهابية هي لا تفكر إلا في أن تقدم أكبر ضرر وليس حتى لذلك لذلك من يعلم قد يوم من الأيام تسعي إلى تلغيم هذه طبعا السفينة وتفجيرها حتى لو أتت على اليمن هم لا يهمهم أصلا أن تتضرر اليمن هو ما يقوم به أصلا انقلابهم على اليمن هو أكبر ضرر وما يقوم به هو قتل الإنسان اليمني المعاناة التي يعانيها الإنسان اليوم من اليوم لم يسبق لها مثيل لذلك كما ذكرتي هي في إحدى طبعا أجنداتهم أن تستخدم لكن مرة أخرى نقول لماذا يترك لهم دائما وأبدا الحبل أو يترك لهم يعني هذا المجال أن يقوموا بما يقوم به ولا يردعون نعم أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من الرياض الباحث السياسي حمدان الشهري نفذ عدد من الصحفيين في مدينة تعز وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم المختطفين في السجون ميليشيات الحوثي وتنديدا بالإهمال من قبل المبعوث الأممي وقال بيان صادر عن الوقفة أن استبعد الصحفيين المختطفين من قائمة المفرج عنهم في اتفاق جناب مثل خزلانا مشينا لحرية الصحافة ونقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان ووصمة عار للأمم المتحدة الراعية للاتفاق وانتقد بيان الوقفة السياسات المماطلة والتأجيل التي أسفلت عن استمرار بقاء الصحفيين رهن التعذيب والسجون طيلة خمس سنوات وأكد رفضه معاملتهم كأسر حرب وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين دون قيد أو شرط من طالب المجتمع الدولي بعمل حال لأخراك الصحفيين من محنتهم من السجل والعذاب الذي يتلقونه وإن كنا كثيرا لن نعويل على الأمم المتحدة ولكن نقول الشرعية والتحالف أسرعوا في إفراج السجناء باعتقالهم من دون قيد أو شرط نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل وزير الخارجية العلمانية قول إن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر بالنسبة للأزمة الليبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر الظلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تضطر فيها إلى حماية مصالحها وأمنها القومي وأكد وزير الخارجي يسامح شكري على أنه لا مصلح لأحد أن تتحول ليبيا إلى بلد تختطفه الأزمات وتمزقه الصراعات وبالتالي تصبح مصدرا للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية شكري طالب أمام المؤتمر الوزري بأن تترجم إرادة الدول في تنفيذ توصيات وخلاصات برلين جميعها دون استثناء إلى إجراءات فعلية وأوضح شكرينا مصر تواصل جهودها عبر اتصالات مع الليبيين وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار في هذا البلد أكدت الخارجية الألمانية أن اجتماع الوزري بشأن ليبيا والمنظم من قبل الأمم المتحدة وألمانيا صلت الضوء على أهمية العمل المشترك لمساعدة الليبيين على إيجاد تسوية سياسية دائمة تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية كما شدد البيان على أهمية الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار والوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية وخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا والدعوة إلى إقامة منطقة من زوعة السلاح داخل السيرت وحولها حتى تصبح مقرا لمؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية وشدد المشاركون على أهمية استئناف تصدير النفط بشكل كامل لتخفيف الأثار الاقتصادية السلبية وأعربوا عن قلقهم إذا أتدهر الوضع الإنساني والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة كورونا في ليبيا من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي عبدالستار احتيتا أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية كل هذه المسارات والمفاوضات التي تحدث بشأن ليبيا إلى أي مدى هي فعلا قادرة على تصويب مصار السلام والذهاب للمرحلة المقبلة من ليبيا أعتقد أن هذه المسارات الهدف منها هو إعادة حرف التربة الليبية وإخراج القيادات والمجموعات التابعة لها الرافضة للسلام والرافضة للاستقرار في ليبيا لكي يتم التعامل معها بالتعاون بين الأطراف المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي وأيضا محاصرة الدول التي ترعى مثل هذه التوجهات الخطيرة والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثير من الليبيين وتبديد الثروات وغيرها يعني هذه المسارات سواء كانت في القاهرة أو في جنيف أو في بوزنيجا بالمغرب أنا أعتقد أنها كلها تعطي زخما وتخيف بعض المنحازين إلى الفوضى وتشد العزيمة في الحقيقة من أجل البحث عن أفق جديد هل يمكن تصور الأفق الذي يجري الحديث عنه في الوقت الرائع من محاصصة سياسية ومحاصصة اقتصادية وحتى محاصصة أمنية أنا أعتقد أن هذا سابق لأوانه إلى حد كبير يعني القائمين على الملف الليبي من الشرق والغرب ومن دول إقليمية ومن دول كبرى لديهم إدراك أن لكل طرف مصالح وأن كل طرف عليه أن يبذل مجهودا كبيرا لحماية مصالحه الخاصة وإعطاء الليبيين فرصة حتى يكونوا موجودين في الصورة ما أريد أن أقوله إجمالا نعم أن هناك محاولات تجري والكل يأمل في أن تنتهي هذه المحاولات إلى وضع الليبيين على بر الأمان أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سنتابع أخبار ذات سلة ونعود ونناقشها سويا أطلق مجموعة من المشايخ والأعيان في جنوب وشرق وغرب ليبيا مبادرة للصلح بين المتحاربين ووقف نزيف الدم مطلقوا المبادرة شددوا على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا داخليا مؤكدين أن المبادرة ستتوج بعقد مؤتمر جامع على أن تكون مخرجاته ملزمة وتتكون المبادرة من ثلاثة أجزاء جزء سياسي يتم التواصل فيه مع الشخصيات السياسية والبعثة الأممية والمجتمع الدولي وجزء اجتماعي للتواصل مع القبائل والقرى أما الجزء الثالث فعسكري يتم التواصل فيه مع المؤسسة العسكرية لكل من الجيش الليبي وحكومة الوفاق أعود إلى ضيفي الكاتب أصحفي والباحث في الشأن الليبي عبدالستار احتتا لأسأل عن هذه المبادرة كم هي فعلا قادرة على إرساء السلام بظل هذه الأجواء الدولية والمفاوضات التي تسير ما يميز الخارطة الاجتماعية القبلية في ليبيا هو أنه لديها إدراك كبير لما يحدث في بلادهم وما يحدث من توازنات قليمية ودولية يعني هناك قبائل تدرك أنها ينبغي أن تدخل في المرحلة الحالية إلى حين الوصول إلى مرحلة معينة لكي تبدأ في الانتقال إلى عمل آخر وأقصد بذلك طبعا القبائل التي هي توصن بأنها محسوبة على النظام السابق وهناك قبائل لديها قيادات على علاقة بتنظيمات متطرفة كتنظيم الإخوان وهناك قبائل أيضا لديها علاقات قوية مع جيش الوطن الليبي سيد عبدالسطر إلى أي مدى هذه القبائل في النسيج الليبي هي فعلا مؤثرة وهل يمكن أن نكون أمام لويا جيركا الليبي الآن بهذه المرحلة يعني هي محاولة للدخول في المعمعة الجارية الآن أنا في رأي أن كل هذه البيانات وصدر منذ أيام بيانات أخرى من قوى سياسية وشبابية ومن المرأة وغيرها تبحث عن دور يعني كل هذا يصب في الزخم الجاري لإيجاد حل للأزمة الليبية وأنا في رأي أن كل هذا جيد وكل هذا يثير انتباه الأطراف المختلفة المشاركة في الحوارات سواء كانت في الخارج أو حتى في الداخل الليبي إلى أن هناك قوى حية لابد من وضع الاعتبار لها أي أن كانت توجهاتها هذا أمر طيب أعتقد أنه يدفع في طريق الحل في ليبيا وإن كانت النتائج حتى الآن غير معروفة المعالم طيب بهذه المرحلة هل يمكن أن يساعد من ضمن المسارات السائدة على الأقل لتسهيل وتعبيد الطريق باختصار شديد لو سمحت أعتقد كل هذا هي مصارات لكن غير مضمون نتائجها يعني مصارات تدعو للحل لكن الوصول إلى النتائج أو القراءة النتائج الآن هو أمر معقد وشائك وصعب للغاية كل قبيلة من داخلها بيوت وعائلات لديها طموحات ولديها إرث تاريخي وثأرات لديها حسابات خاصة يعني فهي كما قلت تؤدي إلى حل حالة الأمور لكن ليس شرطا أن تؤدي إلى حل نهائي أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من القاهرة الكاتب السحفي والباحث في أشأن الليبي عبدالستار احتيتها نفت الوكالة اليونانية عن رئيس الوزراء اليوناني عقب اجتماعه في أثينا مع الأمين العام لحلف النيتو أن الجانبان نقش الحوادث التي تهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط خلال الأشهر الأخيرة معتبران أن منظومة الصواريخ الروسية لدى تركيا تهدد المصالح الأمريكية كما حذر من أن الانتهاكات التركية تهدد وحدة الحلف الأطلسي وبدوره شدد الأمين العام لحلف النيتو عن ضرورة مواجهة تزايد الحضور الروسي في شرق المتوسط لما له من تدعيات على أمن أوروبا وقال رئيس المجلس الأوروبي أن دول الاتحاد موحدة إزاء تركيا وطالب شارل ميشال تركيا في خطاب ألقاه أمام النواب الأعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ المزيد من خطوات تخفيف التوتر في شرق المتوسط اتفقنا في القيمة على سلوك مسار مزدوج تجاه تركيا وهما مسار الحزم والحوار فالتضامن الأوروبي مع قبرص واليونان ليس قابلا للتفاوض ويجب احترام سيادة البلدين والحقوق السيادية لكليهما ونرحب بانطلاق حوار بناء الثقة بين اليونان وتركيا وندين بشدة انتهاكات الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهناك حاجة للمزيد من الخطوات في اتجاه تخفيف التوتر بعد أشهر من الجدل العلمي والعلاقة الشائكة بين الوباء والهواء حسمت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الأمر وأعلنت رسميا أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عبر الهواء بل وقد ينتقل لمسافة تتجاوز المترين أوضحت في أعلانها أن العدوى ممكن أن تنتقل في قطرات رزاز صغيرة وجزئيات تطفو في الهواء لدقائق أو حتى ساعات وفي هذه الحالة قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب خلال تواجده أو حتى بعد مغادرته هذا الإعلان الرسمي يتفق مع أراء العديد من العلماء طالبوا مرارا طوال الأشهر الماضية بأخذ احتمال انتقال عدوى الفيروس عبر الهواء بجدية أكبر كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي ينتقل بهذه الطريقة بل سبقه إليها فيروسات أخرى مثل الحصبة والجدري والسل وأن كانت قادرة على انتقال عدوى كورونا عبر الهواء أقل من هذه الأمراض خبراء المراكز الأمريكية جددوا التأكيد على أن الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى تبقى قطرات الرذاز التنفسية من مختلف الأحجام والتي ينصرها المصاب عند العطس والسعال وحتى الكلام والتنفس أيضا كما أنها لا تعتبر أن انتقال العدوى عبر أسطح ملوثة بالفيروس طريقة شائعة لتفشي كوفيد-19 كما كان يعتقد في البداية أما توصيات الوقاية من العدوى فتبقى كما هي الحفاظ على التباعد وأيضا الكمامة وغسل اليدين بالإضافة إلى ضرورة تهوئة الأماكن المغلقة لتجنب انتقال العدوى عبر الهواء تواصل فرق الإنقاذ الإيطالية عملها شمال البلاد في عقاب الأعصار والفيضان الذين اجتحا منطقة بادمونت وتسببا في انهيارات أرضية وأغلاق الطرق في المنطقة نتابع ترجمة نانسي قنقر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر